سبحان الله يعني عنده أمور حلوة وهو متمكن من شغلة الجن والننس والسحرة يقول سحر التفريق قال تعالى في سورة البقرة عوذ بالله من الشيطان رجيم اسمح مرحيم من كتب مكتبة الوالد سيدون ساشم السيحمد الرفاعي الوزير والناب وشيخ الطريقة الرفاعي السوفية قال تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون عن جابر رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظم فتنة يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول صنعت شيئا قال ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعمة أنت قال الأعمى شو أراه قال فليلتزمها الله رواه مسلم 17 على 107 نووي وحيد بالي من كفر الشيخ من مصر يا رب كلنا حبايب وكلنا صوفية وغير صوفية وكلنا احنا كان الوالد يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون أخوة